بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما وبقى واحد الزمان وحيدا وبقى واحد الزمان وحيدا وبقى واحد الزمان وحيدا وبقى واحد الزمان وحيدا في عدن كالكثيب حيث انهالا كالرفيهم وهم ثلاثون ألفا في صفوف كالسيل لما سالا 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 مفردا يلحظ لأعادي بعين وبعين يرن الخبا والعيالا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون الليلة بحثنا أيها الأحبة ما يبتعد عن أجواء بحث ليلة البارحة تقريبا قريب من أجواء محاضرة ليلة البارحة البارحة الإخوة اللي كانوا حاضرين كلامنا كان في سورة الفاتحة وما استفدناه من هذه السورة العظيمة اللي جمعت كل معارف القرآن الكريم كبداية وكحالة برزخية وكنهاية اتكلمنا به البارحة بالتفصيل بساعة كاملة الليلة أريد أنتقل إلى ثاني سورة في القرآن الكريم يعني البارحة بدينا بأول سورة الليلة أريد أتكلم عن بداية ثاني سورة في القرآن الكريم وهي أي سورة؟ سورة البقرة طبعا سورة البقرة تعلمون هي أكبر سورة قرآنية صحيح؟ أخو ما أقدر أتكلم أنا كل عن سورة بلا نختار كم آيات يعني الآيات الأوائل وهاي راح تقودنا إلى بحث مهم أريد أدخل بأعماقة قرآنيا وين تقودنا سورة البقرة؟ بالله التفتولي جيدا جزاكم الله خيرا خلي أقرأ الآيات اللي هي في بداية سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طبعا أكثر من ثلاثين رأي أو حتى يصل إلى الخمسين رأي في معنى الحروف المقطعة بين المفسرين يعني شنو معنى هاي الحروف؟ ألف لام ميم كاف هائياء ألف لام راء غيرها نون شنو معنى هاي الحروف؟ آراء كثيرا بس يبقى أهم الآراء أن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن رموز بين الله وبين حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله هاي الرموز الآن يعبر عنها في لغة اليوم بالشفرات بين المرسل والمرسل له وهو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام النبي والأئمة هذه الشفرات خاصة كافها يا عين صاد ذكروا رحمة ربك عبده زكريا بعض هاي الشفرات أهل البيت بيّنوها عليهم السلام بعضها أهل البيت ما لقوا لها مشترية ما بيّنوها بقد في صدورهم وياي أرجوكم يعني التفتولي أحباب التفتولي مثلاً أهل البيت عليهم السلام قالوا كافها يا عين صاد بداية أي سورة مريم قالوا الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد قاتل الحسين والعين عطش الحسين والصاد صبر الحسين هكذا قال أمة آل البيت لما تجي أنت التسلسل الآيات بالسورة السورة أولاً أشارت إلى قصة زكريا ويحيا بعدين راحت إلى مريم وعيسى يعني إذا لا أحبش ويلتفتولي تكون هاي المعلومات المهمة توصل الآيات أول ما ابتدأت بقصة زكريا ويحيا بعدين انتقلت إلى مريم عيسى ليش قدمت يحيا ويحيا سبقة كاف ها يا عين صاد والدور إجت قصة يحيا هذا الترابط في السورة نفسه يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه لما تحركنا من المدينة الكربلة ما نزلنا مكان ما خرجنا منه إلا وذكر أبي الحسين يحيا ابن زكريا وكان يقول من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأسه يحيا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل ومن هوان الدنيا على الله أن يهدى رأسه إلى بغي من بغايا هذه الأمة وياي صلوا على محمد وآل محمد ثانيا غفر الله لكم ثالثا بأعلى أصواتكم تشابه آخر كثير بين الحسين وبين يحيا ابن زكريا وهذا موضوع بحث طارحة في البحرين قبل كم سنة عشر تيام أوجه التشابه بين يحيا والحسين حسين يحيا عشر ليالي مسؤول به أوجه الارتباط أوجه التشابه بين يحيا والحسين ولهذا تشوفون كاف ها يا عين صاد أهل البيت يقولون مرتبطة بالحسين رأسا إجت قصة يحيا ابن زكريا من بعد هذه الحروف أكو ارتباط بين الحسين ويحيا في القرآن الكريم أقول هاي شفرات هاي الحروف المقطعة شفرات أهل البيت بينوا بعض أسرارها سلام الله عليهم أجمعي زين ألف لام نيم ضعوا لي هذا كله مو بحثي البارحة بحثي كان بأول سورة الليلة بالآيات الأوائل من ثاني سورة بشيء واحد في هذه الآيات بشيء واحد وإلا إذا كل أشياء هذه الآيات تريد نقولها يطول الكلام بشيء واحد ولعله الليلة ما راح أقدر أكمله أكمله الليلة الآتية لعله ما أدري ألف لام نيم التفتو ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب يا كتاب ها القرآن لا ريب فيه لا ريب فيه يعني شنو لا شك فيه هس ليش القرآن قال ذلك اسم إشارة بعيد القرآن الكريم مرة يذكر القرآن من دون اسم إشارة مرة يذكر القرآن باسم إشارة للقريب هذا مرة يذكر القرآن باسم إشارة علما للبعيد هذا ناظر إلى مقامات القرآن الكريم من دون اسم إشارة شيء اسم إشارة للقريب ناظر إلى ظواهر القرآن الكريم اسم إشارة للبعيد ناظر إلى تأويل القرآن الكريم ما وراء الألفاظ اللي عبروا عننا الأئمة التخوم اللي عبروا عننا الأئمة ظاهره أنيق فيشار له للقريب وباطنه عنيق فيشار له بذلك للبعيد هذا كله يشير إلى منازل القرآن وتدرون أحبابي بحث منازل القرآن الكريم هم كلامه طويل هذه مشكلة القرآن الكريم في أم الكتاب شيء القرآن الكريم في الكتاب المكنون شيء آخر القرآن الكريم في اللوح المحفوظ شيء ثالث القرآن الكريم في الكتاب المكنون كما في الواقعة ذيك في البروج شيء رابع القرآن الكريم أنزلناه شيء خامس هاي كلها مقامات منازل لكل منزل لكل مقام آثار خطيرة كبيرة يعني خلي وضح لكم الفكرة ما دري الأحبة وياه لو عافوني خلي أوضح الفكرة شلون لكل مقام آثار شلون أوضح الفكرة القرآن الكريم يوم أنزل كما في أول آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذا وين لما أنزل القرآن الكريم قبل نزوله كتاب أحكمت آياته كل محكم لما نزل انقسم إلى شنو إلى قسمين محكم ومتشابه في مقام آخر عسل آية ما تحضرني القرآن كله متشابه متشابه بأي معنى يعني آية تشبه آية تشبه آية بأي معنى يعني تشير إلى حقيقة واحدة وهي الله ولهذا سيد طباطبائي يقول له نجمع كل آيات القرآن يطلع القرآن توحيد كله يشير إلى توحيد الله تعالى زي أن توحيد الله من ين نأخذه البارحة بيّننا من الصراط المستقيم من الصراط المستقيم البارحة بيّننا بأعلى مصاديق محمد وآل محمد تشوفون بمقام كل محكم بمقام كل متشابه بمقام محكم ومتشابه بمقام بمقام يكلم به الموتى بمنزل بمرتبة يكلم به الموتى بمنزل أخرى تسير به الجبال تقطع به الأرض بمقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على شنو؟ على جبل اللي رأيته خاشعاً متصدعاً إذن لكل مقام آثار يوم هكذا الأمر شو شوفون؟ لكل مقام هم شنو؟ آثار مهمة خطيرة هذا كل منه يعرف العدل الثاني للقرآن الكريم كتاب الله وعترتي زي أن الأمة ليش ما حصلت كل هاي المعارف لأن عافت العدل الثاني فلما عافت العدل الثاني اللي يعرف كل ما في القرآن الكريم تركوا علوم القرآن الكريم هاي المشكلة هاي المشكلة ولهذا أنا الآن أقولكم أقولكم ذلك الكتاب هذا يشير إلى منزل من منازل إلى منزل من منازل إلى مرتبة من مراتب القرآن الكريم البعيد العالي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين باوضعوا لي من هم الذين يؤمنون بالغيب شنو الغيب متكلم بيه بثلاثين محاضرة ثقافة الغيب في القرآن مسولف بيه ثلاثين ليلة شنو معنى الغيب في القرآن بعد ما در الإخوة تابعة ومتابعة وما در ثلاثين ليلة لم سولف بثقافة الغيب في القرآن زين ثلاثين ليلة شنو أقدر ألخصها الآن صعب ذلك الكتاب هذا مو بحثي هذا مو بحثي وين بحثك الآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بعد ويقيمون الصلاة واحد متقين اثنياً القرآن يهديهم ثلاثة يقيمون الصلاة أربعة ها يؤمنون بالغيب أربعة يقيمون الصلاة خمسة ومما رزقناهم ينفقون باوعولي راح أبدأ معلومات مهمة هاي كلها مقدمات طبعاً لما يقول يقيمون الصلاة يعني ارتباطهم بالله صحيح ومما رزقناهم ينفقون يعني ارتباطهم بالمجتمع صحيح وهاي ثقافة التوازن ما يسمى بثقافة التوازن في القرآن الكريم أكو ثقافة في القرآن أسمها ثقافة شنو؟ التوازن في كل شيء هاي أهل البيت استفادوا منها لا جبر ولا تفويض ولكن أمر توازن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك وابتغي بين ذلك سبيلا توازن ولا تجعل يدك إلى عنقك بعد ولا تبططها توازن من موارد التوازن في القرآن الكريم أنه علاقتك مع الله صحيحة كون الصير وعلاقتك وياماً مع المجتمع هم كون تكون صحيحة يعني علاقتك مع الله لا تكون على حساب علاقتك مع الناس وعلاقتك مع الناس لا تكون على حساب علاقتك مع الله فإن تكون تنجح وتوازن بين الأمرين علاقة مع الله وعلاقة مع الناس ولهذا القرآن الكريم دائماً شي يقول أقيموا الصلاة بعد وآتوا الزكاة صلاة مع الله زكاة مع الناس مينات تكون تنجح بيهن مينات تكون شنو؟ تنجح بيهن هنا القرآن يتكلم عن ناس مهديين يؤمنون بالغيب اثنين يقيمون الصلاة ثلاثة ومما رزقناهم ينفقون شكذر؟ أربعة والخمسة وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ يا إخوان والله عجيباً هاي الآيات الله يحفظكم بابعولي هاي ثاني سورة بالقرآن بَعَدْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ طبعاً تدرون يؤمنون بما أنزل إليك المفروض بكل ما أنزل إليك صحيح؟ يعني يؤمنون بكل ما شنو ما أنزل إليك زي أن أسألكم سؤال ما أدري الآية تجب بالكم يوم ما تجب بالكم أعظم ما أنزل على النبي شنو بسورة المائدة بسورة المائدة حسا قبل لا أقول هاي الحشاة أقول حشاة قبلها اللي يؤمنون بما أنزل على النبي كل يو بعض يعني الإنسان لما يريد يصير مؤمن يؤمن بكل ما أنزل على النبي يو نص ونص ها؟ كله كله حتى يكون متقي حتى يكون مهدي زي أن شنو أعظم ما أنزل على النبي اللي يكون هما يؤمنون بي أعظم ما أنزل على النبي شنو ستقول لي شنو جليلك أعظم أنا أقول لك شنو جليلي دليلي به كمل الدين وبه تمت النعمة وبه رضي الإسلام دينا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هاي الصلاة والصوم والحج والزكاة كلها تروح والجهاد والأمر المعروف كلها يروح إذا ما بلغت ما أنزل إليك من ربك إذن أعظم ولهذا لما بلغ قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي رضيت لكم ضعوا لي هنا شنو تقول آية السورة البقرة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك شنو يعني مو بس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أكو شرط إضافي بعد ولهذا لما تلقوني بروايات أئمتنا الإمام يقول له فلان يصلي يصوم يروح المكة قال له ما يخالف عنده ولايتنا يوم عنده هذه قرآنيا موجودة القرآن الكريم لما يتكلم عن أناس يحملون عنوان مهم شنو العنوان بعدني ما وصلت المشكلة يقول هذا العنوان ما ينطبق على ذول الناس إلا يكون فيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا نوجدن بيهم هاي الشرائط العنوان ينطبق عليهم إذا من وجدن العنوان شنو ما ينطبق عليهم هذا العنوان موجود ببداية البقرة أستا تقول لي وصلت له بعدني ما وصلت له أنا بعدني بشرائطه أستا شنو العنوان راح أوصل له الآن بس من أهم شرائطه أنه اللي ينطبق عليهم هذا العنوان كون يؤمنون بما أنزل على النبي وأهم ما أنزل على النبي في سورة المائدة الغدير فالقرآن مو فقط يشير للصلاة والصوم إخواني هاي قرآن مو أعيد الآيات لخطورتها ذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يهدي هدى للمتقين من هم من هم الذين يؤمنون بالغيب واحد واحد اثنين ويقيمون الصلاة ثلاثة ومما رزقناهم ينفقون طبعا هالسنان هم أكوا كلام بس مو مارد أخذي الوقت كله إخواني عنوان الزكاة في القرآن القرآن أشار له بعدة عنوين مر يسميه زكاة مر يسميه إنفاق مر يسميه بر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مر يسميه خذ من أموالهم صدقة صدقة مر يسميه مادرت وياي هنا يسميه إنفاق ومما رزقناهم ينفقون بعد والذين يؤمنون بما أنزل إليك مو بس صلاة أو زكاة لا وأعظم ما أنزل عليهم من طعش دي الحجة هذا شرط زيان ذولة إذا اجتمعت هاي الشراءة كلها بيهم شي صيرون استمع والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بعد وبالآخرة هم يوقنون إيه أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلحون هكذا تقول الآيات في بداية سورة البقرة إذن من تجتمع فيه هذه الشرائط يكون في الثقافة القرآنية ماذا؟ مفلحاً من أهل الثلاح هسا وصلنا للعنوان يوما وصلنا هسا تقول لي هذا مهم من عرفه شلون مو مهمة عرفه بالله عليك شلون مو مهمة عرفه هسا تقول لي شلون أقول لك أقول لك أنت كل يوم بصلاتك قبل صلاتك لما تسمع الأذان يأذن شي يقول الأذان بالله من جملة فقرات الأذان شنو؟ حي على شنو؟ حي على الفلاح حي على الفلاح هذا كل يوم أنت السمعة مرات ومرات حي على الفلاح سؤال هو شنو الفلاح؟ الكل يوم السمعة من المؤذن ومن هو المفلح في القرآن الكريم؟ التفتولي إحنا بس نسمع لو المفروض نفهم مو المؤذن كل يوم يدعوك للفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح هو شنو الفلاح؟ هو شنو الفلاح؟ غير نفهم الفلاح؟ الفلاح إلى في القرآن ثقافة كاملة غير نفهمه؟ حتى المؤذن من يصيح نفهم ماذا يريد وماذا يقول؟ أحبابي قبل لا أبدي بهذه الثقافة القرآنية خلي أقلكم قضية أكو كلام من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام يشكل منهج في عالم الفكر والمعرفة منهج يقول حديث تدريه يعني تفهمه حديث تدريه خير من ألف ترويه أو ما تفهمه؟ هكذا يقول إمام العلم والعلماء جعفر حديث واحد هذا الحديث والله يشكل منهج في عالم المعرفة منهج منهج حديث تدريه خير من ألف ترويه أو ما تفهمه؟ زينا نحن الآن المؤذن كل يوم يدعونا للفلاح شنو الفلاح؟ الفلاح أيها الإخوة في سورة البقرة طبعاً راح أجي بعدين في سور أخرى بس الآن خلوني كبداية مع سورة البقرة أن تطابع عنه هذا المؤذن كل يوم يدعوك إلى الفلاح الفلاح في سورة البقرة يبتدئ من التقوى ينتقل للإيمان بالغيب ينتقل لمرحلة ثالثة وهي إقامة الصلاة أربعة الإنفاق خمسة الإيمان بما أنزل على النبي وأعظم ما أنزل على النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من طعش للحجة يعني الولاية هذا فلاح فمن دون ماك فلاح كقرآن قرآن يقول موآني هنا يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالمائدة يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وهو الولاية فالولاية إلها ربط بالفلاح وما إلها ربط إلها ربط بالغدير والاعتقاد بالغدير بعد الولاية ثم تنتقل إلى الإيمان واليقين اليقين بالآخرة طبعا هسا لم أقول اليقين بالآخرة اليقين هم علمائنا يقولون إلى ثلاث أقسام والله ما أريد أشبكها عليكم وما أريد أعبكم بس هو البحث هكذا شоucidos أجدر أسوي اليقين علمائنا يقولون هم على ثلاثة أقسام أكو عدنا علم يقين أكو عدنا عين يقين أكو عدنا حق يقين وهاي الأقسام الثلاثة أشار لها القرآن أيضا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علمائنا يفرقون بأن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين من خلال مثال من خلال مثال شنو المثال هل يقول علمائنا يقولون إنسان يرى دخانا هناك يشوف دخان يقول أكو نار يقولون لها شنون دريت أكو نار شي يقولهم يقولهم ما دام أكو دخان يعني أكو شنو أكو نار علمائنا يقولون هذا شنو علم اليقين من خلال تمثيل توضيح عين اليقين اتروح لمكان الدخان وتقف عليه وترى النار بعينك هذا شي صير عين اليقين أكو عندنا شنو حق اليقين حق اليقين تمثي النار بإيدك إذا مسيتها بإيدك شي صير بعد حق اليقين هنا الآيات ش تقول عن المفلحين وبالآخرة هم يوقنون طبعا يوقنون بصيغة المضارع مو الماضي المضارع مضارع ليش يعني عدهم استقامة عدهم استقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم شنو ثم استقاموا يوقنون عدهم استقامة استمرار على اليقين زين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هاي كلها مقدمة راح من عندي خمسة وثلاثين دقيقة أنا بعدني بمقدمة ولهذا أنا دريت قلت الليلة ما راح أكمل موضوع الليلة الآتية إن شاء الله أكمله لأن بعدني بالمقدمة خمسة وثلاثين دقيقة راح أشأسوي زين هاي الآيات أيها الأحبة اتخليني أنطلق إلى معنى الفلاح اللي كل يوم المؤذن يقول لنا حي على الفلاح حي على الفلاح معنى الفلاح في القرآن الكريم كثقافة قرآنية حتى نفهم ماذا يقول المؤذن وهو يدعونا للفلاح ولكي نكون من المفلحين اللي أشار لهم أو أشارت لهم ثاني سورة في القرآن الكريم أولئك هم المفلحون زين إخواني حتى أبينلكم خطورة الفلاح وعظمة الفلاح ورفعة مقام الفلاح كون أقول حجاية بالبداية الليلة تحملوني الله يحفظكم الليلة شوية صبركم على يتحملون شوية البحث جامد أدري به الليلة الآتية راح يصير كلش حلو الليلة شوية بجمود تحملوه أكو مقدمة كون أبينها حتى من خلالها نعرف عظمة الفلاح إذا عرفنا عظمته ننتقل إلى محطة أخرى من هم المفلحون في القرآن انتو ياي شنو المقدمة من خلالها نعرف عظمة الفلاح أيها الإخوة الله جل وعلا خلاقنا بارعولي خلاقنا وسخر كل شيء لنا صحيح هو الذي بارعولي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إشأك مخلوق في الأرض خلقه إلما لك أيها الإنسان شوفني شوفني الله خلق لك كل ما في الأرض هاي آية قرآنية خلق لكم ما في الأرض جميعا كل لكم زين زين يا رب العالمين انت خلقتن كل ما في الأرض إخواني أنا لما أقول كل ما في الأرض انتو ببالكم يعني شنو في الأرض يو مو ببالكم يعني مخلوقات يعجز عن إدراكها العقل البشري لو ما يعجز بيه يا حجز الأرض شنو بيها أنت مو كل ما في الأرض انت بس البحار شنو بيها البحار البحار شنو بيها وهل اكتشف كل ما في البحار مثلا هل اكتشف كل ما في الأرض كل يوم اكتشفوه لمشي كل يوم الله يقول هذا كل خلقتني لكم. يا رب العالمين انت هذا كله خلقت انا زي ان احنا خلقتنا على شنون? لا صدق اخواني فكروا شوية. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نستجير بالله? افلا يتدبرون? يا اخوان خلنا نتدبر انا وياكم. ارض وصل للفلاح. بس هذا عبر مقدمة. يا ربي انت تقول بالقرآن كل ما في الارض خلقته لكم يا بشر. يظهر احنا مهمين اللي الله خلقنا كل شي. يقول ايه مهمين? زين يا رب العالمين احنا اللي خلقتنا كل ما في الارض. احنا خلقتنا لغاية لو عبث. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون? الحكيم يخلق عبثيو لغاية. لغاية? يا من خلقت كل ما في الارض لنا. لما خلقتنا? احنا اللي من خلقتنا? يقول ايه? انتو هم خلقتكم لغاية. يعني كل ما في الارض خلقت لغاية والغاية انتو. وانتو هم خلقتكم لغاية? شنو الغاية يا ربنا? يقول الغاية ما خلقت الجنة والانس لا ليعبدون. زين يعبدون من? ها? يعبدون الله وحده لا شريكة? لا. اخواني مرة بحثت في القرآن ليش كون نعبد رب العالمين جل وعلا؟ ليش نعبد الله جل وعلا؟ هس وصلنا الى شيء الله خلق لنا كل ما في الارض واحنا خلقنا علما للعبادة. قال ليش نعبد رب العالمين؟ مرة طرحت هذا السؤال على القرآن واستنطقت القرآن. الامام علي يقول ذلك القرآن فاستنطقوه. الامام علي يقول فاستنطقوه. مما نعبد رب العالمين وقد خلقنا لعبادته؟ شفت القرآن يجاوب لأسباب ليش نخلق رب العالمين؟ السبب الأول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اذا هنا نعبد رب العالمين لشنو؟ لغايتين. ما رب العالمين خالقنا؟ فكون شنو؟ انعبده. ورب العالمين ربنا ربنا. زيان شنو ربنا وخالقنا؟ نفس الشي يقول لا صح. نفس الشي بس اكو فروق بينية. شون فروق بينية؟ خالقنا خلقنا من العدم. ضعوا لي. من لا شيء سوانا شيء. هل اتى على الانسان حين من الدهر شنو؟ لم يكن شنو؟ شيء مذكورة. بعدين احنا سويناه شيء. بعدين سويناه شيء مذكور. هاي مراحل. اول مرحلة لم يكن شيء. بعدين صار شنو؟ شيء بس غير مذكور. لا شوفوا. فرقوا. شيء بس مو مذكور. بعدين شصار? شيء مذكور. هاي مرحلة ثالثة. فاول شيء خلقنا. زيان وهو ربنا. ربنا شنو؟ ربنا يعني تعهدنا بتدرّج. ربانا. ربانا ربانا ربانا. ربنا يعني ربانا. تعهدنا بشنو؟ بتدرّج. يعني شنو؟ تعهدنا بتدرّج. ربانا بتدرّج. انا اقول لك شنو؟ لما ترجع مثلا للقرآن الكريم. يقول الانسان اول ما يبديه نطفة. صحيح؟ النطفة شتصير؟ ها؟ مضغة. مو علقة. بعدين المضغة شتصير؟ علقة. بعدين لحم. فكسونا العظامة. لحم. بعدين فكسونا العظامة. لحمة. موتشي؟ وهكذا. فتبارك الله أحسن الخالقين. هاي تدرّج يومو تدرّج. ها؟ ما نازل. تدرّج. وهو ربانا وتعهدنا بكل هاي المراحل يومو بكل هاي المراحل. زين هس هاي مرحلة ما قبل الدنيا. لما اجينا للدنيا مراحل يومو مراحل. هم مراحل. وهو ربنا بهاي المراحل. وبذيك المراحل. والمراحل الراحل روح لها بعدنا مواصله. هم مراحل. يا أخي والله ما أدري علوم القرآن عجيبة ومعارف القرآن كثيرة. هسا الليلة قولت أنا بالحجم. على الأسف لم تدري الموضوع يعني. ما مشيت بي. أبداً ما مشيت بي. بكراً إن شاء الله. فسو. لما يجي الإنسان للدنيا هم مراحل. ولي يربيه بهاي المراحل هم رب العالمين. الرب. أول ما بدأ رضيع. بعدين صار طفل. بعدين شصار. غلام. بعدين شصار. شباب. بعدين شصار. كهل مثلاً شيخ. مراحل يومو مراحل. زين إذا مات مراحل يومو مراحل. برزخ. ما بعد البر. وهكذا كلها مراحل. رب. يتعهدنا جل وعلا بتدرج. فهو خالق. وهو رب. لما يكون خالق ورب. احنا علينا نكون شنو. ان عبده. يستحق العبادة. احسنتم. ولهذا القرآن دقيق. يا ايها الناس عبدوا ربكم واحد. الذي شنو. خالقكم اثنين. ثلاثة. بوعولي. فليعبدوا رب هذا البيت. ليش. الذي اطعمهم من جوع وعامنهم من خوف. فليعبدوا. اذا استحقاق العبادة ثلاثة واربعة شنو. الامان من الخوف. ولاطعام مني. من الجوع. رب العالمين يوكلك ويشربك. ورب العالمين موفر لك حياتك. فلما يطعمك. ويسقيك. ويعطيك العمن والعمان والحياة. يستحق العبادة لو ما يستحق. يا اخوة خلوني ألخوص حتى الليلة مصير هو سعليكم. بحثي لهذه الليلة واحد واحد خلي افهرس واحد بحثي لهذه الليلة من هم المفلحون في القرآن والليالي العاتية ان شاء الله هذا واحد اثنين. قلنا الريد نبين من هم المفلحون في القرآن. أول ما بدينا بآيات سورة البقرة. وهاي الآيات قالت المفلحون في القرآن واحد يهتدون بنور القرآن الكريم. اثنياً ولهذا هم أهل تقوى. ثلاثة يؤمنون بالغير. أربعة يقيمون الصلاة. صلاة خمسة ومما رزقناهم ينفقون. ستة يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن أعظم ما أنزل على النبي. ثمانطعش للحجة. هايش قصار. ستة. سبعة يوقنون بالآخرة. ذول هم مفلحون. ولهذا المنادي لما ينادي حي على الفلاح يعني ينادي إلى هذه الأمور وغيرها. شنو غيرها سيأتي إن شاء الله تعالى ابتدرج البحث. هذا الأمر الثاني اللي انتهينا منه. الأمر الثالث. اللي بيناه الليلة الليلة. خلي ألمني بالبحث. أريد أبين عظمة الفلاح في القرآن. قلت هذا ما أقدر أبينه إلا من خلال مقدمة. شنو المقدمة؟ قلت أن الله في القرآن يقول خلقت كل ما في الأرض. إل من؟ لكم يا بشر. فسألنا القرآن الكريم. قلنا لو إحنا ليش الله خلقنا؟ اللي خلق كل شي إنا. إحنا ليش؟ بحكمة يو بدون حكمة. القرآن قال حكمة. شنو الحكمة؟ القرآن قال شنو؟ العبادة. ما خلقت الجنة والإنس إلا شنو؟ ليعبدون. زي ستقول لي هذا شنو ربط بعظمة الفلاح؟ لا راح يجي. راح يجي. بس بالتسلسل. هنا قبل لا أنتقل المرحلة أخرى وأتقرب على الفلاح وأبين عظمة الفلاح. خليه تفاصلة. نحن قوس. نحن قوس راح نسده. شنو القوس؟ ما خلقته الجنة والإنس إلا ليعبدون. نحن ليش نعبد رب العالمين؟ ليش رب العالمين يستحق العبادة؟ أسألنا القرآن قبل لا نكمل ونوصل للفلاح. هنا خلينا محطة استراحة. يا قرآن كريم. نحن ليش نعبد رب العالمين؟ القرآن جاوبنا. قالت عبدون رب العالمين لأمور. واحد خالقكم. اثنيا ربكم. ثلاثة يطعمكم. أربعة يسقيكم. خمسة آمنكم. ولهذا يستحق العبادة لو ما يستحق. يستحق. زين بزلني وبعد أكو في القرآن. بعد أكو في القرآن. مثلا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا الأمر السادس صار. الخامس. ليش يستحق. لا ما أدل. الله يستحق العبادة ليش؟ لأنه لا معبود سواه. لأنه واحد لا شريك له. الإله الواحد. ولما يكون الإله الواحد فهو يستحق العبادة شنو؟ حصرا جل وعلا. زين. هاي العبادة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيها ثمرات إذا أعبدناه لما بيها ثمرات. ها بيها؟ بيها ثمرات درجات؟ شنو الثمرات؟ يا قرآن الكريم جاوبنا مروتك. خلنحصل شيء. خلنستفيد. جاوبنا يا قرآن الكريم. الله خلق كل شيء على مودنا. وإحنا خلقنا للعبادة. والعبادة لأسباب بيناها قرآنيا. زين يا رب العالمين إذا أعبدنا. وإحنا مخلوقين للعبادة. هاي بيها ترتب عليها آثار؟ طالت كان يقول نعم. شنو سمعوا؟ يعني هاي العبودية بيها خصائص يولا. نعم بيها خصائص. شنو؟ واحد. الله يقول للإبليس. إن عبادي عبادي. إخوان هنا أنا خلق لكم قضية. مر القرآن يتكلم عن العباد كمخلوقين لله. هاي تسمى العبودية القهرية. مر القرآن يتكلم عن العباد كناس يعبدون الله. وهذه تسمى العبادة التشريفية مو القهرية. بل الله خلي اختبركم. أشوف التوياي لو أموياي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل شيء بالسماوات كل شيء بالأرض. يوم القيامة يجي العلا شنو؟ عبد. هاي قهرية لو تشريفية. قهرية. أحسنتم. هاي قهرية. فرعون أنا ربكم الأعلى. يجي عبد. نمرود أنا أحيي وأميت. يجي شنو؟ عبد. هاي قهرية. هنان خصائص العبودية التشريفية. مو شنو؟ القهرية أتكلم عنها. يعني إنسان عبد الله. شنو خصائص هاي العبودية لله جل وعلا؟ يقول القرآن الكريم واحد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن أول ثمر من ثمرات العبودية التشريفية التي خلقنا الله من أجلها أنها تخلي إبليس عاجز عن اختراق صاحبها. هاي ثمرة يا ومو ثمرة. الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذولة لي عبدوني ما تقدر عليهم. طبعا ما أدري. هسا الآية شوفون بيها رب العالمين قاع يفتخر بذولة لو ما شوفون. أريد جواب. الله يقول للإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مو الله قاع يفخر بيهم لو ما يفخر. يفخر. فواخجلتاه إن لم نكن منهم آنا وياك. فواخجلتاه إن لم نكن من الذين فاخر الله بهم أمام عدوه إبليس. واخجلتاه. وضيعتاه إن لم نكن منهم. وضيعتاه. وأسفاه. وفضيحتاه. إن لم نكن منهم. من هؤلاء الذين فاخر الله به بهم عدوه. قال لعبادي ما تقدر لهم. فضيحة إن لم نكن منهم. وإن شاء الله منهم. إن شاء الله إحنا منهم. إن شاء الله. إذن أول ثمر من ثمرات هذه العبودية التشريفية أنه إبليس عاجز أمام أصحابها عاجز نعم عاجز عاجز كل عجز إبليس. أول خصوصية من خصائصها هذه في القرآن الكريم. هس تقول لي مو أنت قلت أريد أبين عظمة الفلاح. وين الفلاح؟ بعدني ما وصلت. ما أستطيع أسوي؟ وحدة وحدة. أنتوا تابعوني أصور تعرفون طريقة مجالسي. يعني البحث بقضية عشر تيام. بس هنا أنا أحاول أقلل لأن أدري زوار المشكلة زوار. اليوم يحضر باشر ما يحضر مشكلة. بس هم ما أقدر تكمل خلو مو بيدي ما أقدر تكمل. باشر إن شاء الله أكمل. بكرة إن شاء الله. بعدني ما وصلت لعظمة الفلاح. بس من أبين هاي الأمور. وأوصل أنه العبادة الشيراد منها راح نعرف عظمة الفلاح. بس وحدة وحدة بتسلسل. إذن هاي أول ثمرة من ثمرات العبودية التشريفية. ثمرة الثانية شنو؟ ما لحق. لأن أردخلي حص للرثاء وإحنا في حرم أبي عبد الله الحسين. ما يصير نظلم حصة الدمعة على الحسين. صلوات الله وسلامه. خصوصا هذا زاير أبو السجاد الجاي من مكان بعيد وما يحصل لدمعة يم حرم الحسين تبقى حسرة بقلبه. تبقى حسرة بقلبه. وهو جاي إلى حرم الغريب. سلام الله عليه. ما أدري إجاب بالي أقرى هاي المصيبة. المصيبة مصيبة ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء. أبو السجاد طلع يفتر بليل على خيام. الحسين باله كل يوم عرضه. يوم نسوانه. أبو علي باله كل يوم مخدراته. أبو علي باله كل يوم ابنياته. أخياته. خايف عن نسوان أبو علي. ولهذا سوال خندق وترس الخندق حطاب وأشعل نار حتى الخيل ما تهجم على الخيام. تفكيره كل كان النسوان. لأن ذني عرض محمد. ذني عرض النبي. وهذا العرض يجب أن يصان ويحفظ. فطلع بالليال يتفقد الخيام. ليلة العاشر سكوت سكون. النسوان كل وحدة تباوع الحبيب هو تبكي. هاي تباوع العلي الأكبر. أمة. ورملة تباوع للقاسم. والرباب شاب قر رضيع. وزينب ساعة الحسين وساعة العباز. وبنات الحسين يودعنا أبوه. الليلة عجيبة ليلة العاشر. ما أعرف شون انقضت على العلويات. ما أعرف. المهم. أبو علي ترك الخيام. يعني طلع من الخيام وقام يتفقد الخيام سلام الله عليه. هذا هلال بن نافع نافع بن هلال اختلف المؤرخون. قسمهم يقولون واحد كان بمعسكر الحسين وثاني كان بمعسكر ابن سعد. مختلفين. هذا يقول لما شفت الحسين عليه السلام طلع. يقول اتركت مضارب الأنصار واجيت أمشي ببرى الحسين. ليش؟ يقول أدري بني أميغ الدارين خاف واحد يضربه سهم واحد يضربه سيف. خاف يغدروا للحسين فأنا حماية للحسين قمت أمشي وراه بس ما قلت لأني أمشي وراك. أبو علي يرانا ويسمعنا. يقول وبينما أنا أمشي خلف الحسين أبو علي باوع قال من هذا هلال نافع هذا منه. قلت لأ فداك أبا عبد الله. طلعك بالليل يشتركت مضارب الأنصار. قلت لأ سيدي خوفا عليك. من قلبي خايف عليك. ذو لبني أميش يمتهم الغدر. أو أنت تمشي وحدك بين الخيامة خاف عليك أبا عبد الله. فتركت أصحابي وجاء تمشي وراك أخليك ترجع الخيمتك وأرجع للأنصار. قل لي بارك الله بك شكر الله وسعيك. يقول قالت زين تعالي مشوا ياه يقول قل تمشوا ياه. يقول وصلنا لمكان قل لي تشوف ما بين هذين الربوتين. قلت لأي أشوف أبا عبد الله. قال لي ليش ما تأخذ بينات وتنجوا بنفسك. اتركني القوم لا يريدون غيري. إذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري. اتخذ الليل جملا وانجوا بنفسك. روح اتوكل على الله امشي ارجع لأهلك. أنت في حل من بيعتي. يوم القيامة ما تحاسب لأن عانى امامك امحلل لك. روح انجوا بنفسك. خليني بوحدي أنا وبني هاشم نقتل. حسنة ليش تقتلوا يانا. يقول باوى عتلة قلت لأ سيدي ولما أبقى بعدك. قال لتعيش قلت لأ قبح الله العيش بعدك. أبا عبد الله من تبا للدنيا من بعدك يا أبا عبد الله. لا والله لا أتركك يا حسين حتى يفرق بين هذا وهذا بين رأسي وجسدي. قال لي بارك الله بيك جزاك الله خير. يقولوا ظليت أمشوا يا الحسين رجع على الخيام. وصل أبو علي إلى خيم الزينب علي الزلام. الحسين ويمر على خيم الزينب يعني راح هنا للمخيم بعد. احنا بكربلة بعد ما يحتاج نوصف هذا المخيم ورانا. يعني الحسين رجع منا راح على المخيم. وصل الخيم الزينب. أبو علي مر على خيم الزينب وما يسلم على الزينب وما يشوف الزينب ما يصير. فيقول دخل الخيم الزينب. يقول أنا ظليت واقف بباب الخيمة أنتظر الحسين يطلع من خيم الزينب. ويروح الخيم تحت تأرجع الخيام الأنصار مضارب الأنصار فبقيت واقف بباب الخيم يقول اسمعت يقولها السلام على زينب الكبرى قلت له وعليك السلام أبا عبد الله شلون الزينب أحوالي الزينب قلت له إذا أنت بخير أنا بخير أبا عبد الله يقول بعدين اسمعت زينب تحاجي تقول لها أبا عبد الله لي كلمة معك تفضلي أخي أبا عبد الله هل بلوت أصحابك هل خبرتهم أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة خاف باتر لما تبدل معركة ذولة يأخذوك للعدو يسلموك للعدو أبا عبد الله يقدرون بيك ذولة يقول اسمعت الحسين يقول هل زينب خبرتهم بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأقعس الأشوس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحال بأمه ذولة مايعوفوني ذولة ذهب زينب ذهب ذولة مصفايين زينب ذولة نخب زينب ذولة مايعوفوني أبدا ذولة أنصار الله ذولة أنصار النبي ذولة أنصار الحسن أنصار علي مايعوفون ذولة زينب ارتاح أختاه لنظلين خايفة منهم هذا يقول أنا جسمي كل قام يرجف زينب ما مطمئنة إن الليلة راحت تقضي عليها ليلة العاشر وهي خايفة منه يقول رحت إلى مضارب الأنصار ادخلت الخامة لهم دوي كدوي النحل يقرون قرآن هذا قائم هذا قاعد هذا راكع هذا ساجد هذا يقرأ قرآن لهم دوي كدوي النحل يقول اجيت إلى شيخهم حبيب رجال كبير قد شد حاج به بعصابة لكبر سنة فقيه عالم يقول همست بأذنة قلت له حبيب القصة كيت وكيت كذا وكذا ترى زينب خايفة منه يقول با وعلي وقال لي ش تريد قلت له نسوي مظاهرة قدام خيمة زينب انطمئنها قال لي ماكو مانع قام حبيب صاح يا أبطال الظفاء يا فرزان اللي جاء أقولكم حشا يا إخواني أصور الشباب ما سامعي بس سيبتكم سامعين هاي المصيبة ما يقراها خطيب بتأريخ هاي المصيبة مثل خطيب عظيم اسمه سيد جابر أغائي رحمة الله عليه تعرفون سيد جابر أغائي وما تعرفوا من أسود منبر الحسين أنا مشفة خطيب ثاني يقرى هاي المصيبة مثل سيد جابر ولهذا أبا عبد الله سيد جابر واحد من خدامك أقراها بطورة وبصوته وبطريقته وأهدي المجلس إلى روحه الطاهرة هذه الليلة وهو خادم الحسين وهو خادم الحسين المجلس الليلة كله أهديه سيد جابر رحمة الله عليه ما حاج يقراها مثل فراح أقرا بطورة بطريقته رحمة الله عليه يقول صاح يا أبطال الصفاء يا فرسان اللي يجى تطالع العنصار من كل جانب ومكان هاي الشي تقول شيخنا حبيب يقول يجى العباسهم يركض سمع صوت العباسهم يجى يركض أويال هاشميين خير حبيب قال الكلام مو لكم ارجعوا إلى مضاربكم لا سغرت عيونكم الحشو يا العنصار مو يا بني هاشم رجعوا أبو فاضل رجع العباش قال لهم يا أبطال الصفاء أخبرني نلال بالقصة والقصة كيت وكيت كذا وكذا خل الروح نسوي مضارة قدام خيمة زينب نفرح زينب جو العنصار إلى خيمة زينب الحسين كان في الخيمة طمئن زينب وقف أمامهم حبيب قائلا السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة انت عود ما تبجي والله بجيك تباوع لي والله بجيك هسا حرق قلبك انا اعرف وين احرق قلبك اعرف الشيعة شنو لي اذيه اعرف السلام عليكم يا أهل بيت النبوة موضع الرسالة هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم يريد تسمع زينب من عوفكم أبا عبد الله يقول الحسين سمع صوت حبيب قالها زينب هذا حبيب هذا شيخ الأنصار زينب تدرين هذا على شنو جاي هذا جاي عليك مو علي قالت له شلون علي قالها هذا هلال كان يمشي وراي ووقفوا بباب الخيمة ولابد سمع كلامك راح قلهم ولما قلهم اجوا ويطمئنوك يا أم الخدر زينب تدرين اش اريد منك قالت له ش تريد قالها اطلعين تحاتيهم انتي هاي اول مرة الحسيني يقولها زينب تحكي يا واحد والحسيني يقول هاي مصايرة هاي بالتاريخ صارت مرة وحدة قالت له ابا عبد الله آني أحاتيهم قالها ايه انت تحاتيهم لأن ذولا جايين على موديك مو على مودي قالت لو تقبل قلها اقبل ذولا منا أهل البيت اقبل لبس عباتك وحاتيهم لأن ذولا جايين عليك تدروني سوت هنا قطع قلبك زينب حدها صندوق جايبته يا من المدينة فتحت الصندوق اخرجت عباة فاطمة لبست عباة امها فاطمة وقفت باب الخيمة فتحت باب الخيمة قليلا قالت وعليك السلام حبيب حبيب ألشبوني معرفة من أنا أنا جايين بابنة رسول الله حبيب لا تقصر عن نظرة هذا الغريب عنكم على هالغريب يا حبيب تدرون حبيبي سوى نزع عمامته قالهم انطوني تراب أذبه على راسي قال لولا ليش يا شيخنا قالهم آه نمني أن وتزلم علي بد المرتض حامي الحمية هذا طور سيد جاذر آه نمني أن وتزلم علي بد المرتض حامي الحمية وأمها فاطمة الزجية وهي مدللة عباسية هالله 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 سيد جابر يقول الدنيا ليه للصوت ينسمع العباس سمع هي مدللة عباس جابوا فاضل يركب شاف الأنصار بباب خيمة زيانب وزيانب تحشموه قالها تحش مين وأنا موجود قالها أخوي اش طلعش من خيمتش يا منفد ويروح أخوش الهبتش اش لان تنظامي إن بوجود خوتك تقول لأ أنا خايفة لتقول مدري أنا خايفة لتقول مدري يا عباس يا صيوان خدري أنا شنو خايفة أنا خايفة ينهدك شدري شي قلها عناك لا ينخطف لانيش شحدهم أعدان يصلونيش ليش شحدهم والله يصلونيش ابن والديش قرة عيونيش انقضت هاي الليلة وإذاب زينب توجه كلامها القمر العجيرة أنا مذهول يا أخو يعتنيتك أنا مذهول يا أخو يعتنيتك وعلى الشريع دورتك أنا دورتك أنا لا يمن لا يسر لقيتك والله لقيتك اسمع أنا لا يمن لا يسر لقيتك يلضيعتني وضيعيتك لا تضني يا أخو ينسيتك أنا بكل شوت ضربون نخيتك بمحمد وآله عج الفرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشدين تحت لوائه يا الله يستجاب الدعاء اقضي حوائجنا يا الله اشف مرضانا يا الله لا سيما المنظورين منهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يسر أمورنا يا الله كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وعاله الأطهار يا الله اللهم انصر مجاهدين يا الله ثبت أقدامهم يا الله احرسهم بعينك التي لا تنام أرجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين يا الله إلى أموات شهدائهم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات